موسيقى انطلاق محادثات أستانا في نسختها السادسة وتوقعات بالاتفاق على إنشاء منطقة خفض للتوتر في إدلب ضربات تستهدف مواقع داعش قرب الحدود السورية العراقية وأخبار الآن ترصد منفذ التنظيم للتنقل بين البلدين وكوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا باتجاه اليابان وتوكيو تؤكد أنها سترد بالطريقة المناسبة أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد الدبلوماسي تحديدا إذ أعلن رئيس كازغستان في جولة مفاوضات أستان السادسة التي بدأت بعد مشاورات تمهيدية بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران أن بلاده مستعدة لإرسال قوات سلام إلى سوريا إذا واثق مجلس الأمن على ذلك ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسة لمدة يومين يبحث خلالها ترسيم حدود مناطق خفض التوتر جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن وريف حمص الشمالي والغطى الشرقية مع إمكانية الاتفاق على فرض منطقة رابعة في إدلب الزميلة ألفا الجامي وتفاصيل مفاوضات أستان بدأت الخميس في العاصمة الكازاخية أستان الجولة السادسة من المفاوضات بين مختلف أطراف الصراع السوري وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والأردن في محاولة جديدة لتفعيل مقترح توسعة منطقة التهدئة لتشمل مناطق جديدة في الداخل السوري بما فيها محافظة إدلب الشمالية تأتي المفاوضات كخطوة استباقية لمفاوضات جينيف والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها خلال الفترة القادمة لدخول في تفاصيل إطلاق المسار السياسي للمفاوضات السورية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال قبل الاجتماع إن موسكو تأمل في أن تتم الموافقة على اتفاقيات حول منطقة تهدئة الرابعة بالقرب من مدينة إدلب خلال الاجتماعات وقال مسؤولون عسكريون روس إن موسكو تريد نشر الشرطة العسكرية في محافظة إدلب لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يعد جزءا من خطة تخفيف التصعيد وقد عقد أعضاء وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة الذي وصل إلى أستان ليلة الأربعاء اجتماعا تشاوريا مغلقا في العاصمة الكزاخية قبل الانضمام إلى المشاركين الآخرين في المحادثات وكان كل من ممثلي روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري وتركيا التي تؤيد بعض جماعات المعارضة قد عقدوا محادثات على مستوى الخبراء لوضع خطة عملا قبل بدء اجتماعات الجولة السادسة بحسب ما ذكرت وزارة خارجية كازاخستان وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي تبديه بعض الأطراف المشاركة إلا أنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة بشأن القوة التي سترسل لمراقبة المنطقة التي تشمل إدلب إذ تسعى كل من أنقرة وطهران إلى القيام بهذا الدور هذا وقد أثارت منطقة تهدئة التوتر في جنوب سوريا حساسية لقربها من الحدود الأردنية والتي أكد وزير خارجيتها أيمن الصفضي في آخر لقاء له مع مضيره الروسي لرفض الأردن تواجد أي ميليشيات طائفية على حدوده المشتركة مع سوريا وفي شانا سوريا آخر تمكنت قوات السوريا الديمقراطية من إحكام سيطرتها على شارع تل أبيض بالقرب من مركز مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع أفراد داعش في الوقت الذي تستمر فيه وتحت غطاء قوات التحالف الدولي بالتقدم باتجاه وسط المدينة ضمن عمليات غضب الفرات تطورات معركة الرقة في سياق التقرير التالي على متن هذه العربة ينتقل هؤلاء المقاتلون باتجاه آخر الأحياء التي يتحصن داخلها إرهابي داعش في مدينة الرقة 30% فقط من مساحة المدينة لم تزل تقبع تحت احتلال التنظيم الإرهابي وذلك بعد 100 يوم من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملية غضب الفرات بدعم من التحالف الدولي إذ استطاعت الأخيرة بسط سيطرتها على شارع تل أبيض ودوار الساعة الذي يظهر في هذه الصور لتتجه الأنظار نحو دوار النعيم بالقرب من المشفى الوطني والذي تدور اشتباكات عنيفة في محيطه نحن بشارع منصور و23 شباك صاري هون هذا الشباك منصور صاري في 20 و25 ومتحرر الشباك بشارعة اللي بيض الحسين بسيطرنا على دوار النعيم بأكملها يعني دوار تحت السيطرة وشارع قريبا نحن نتقدم على دوار النعيم ونأخذه ابتجاهنا على الملعب الأسود تمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر السابقة من تحرير أحياء حطين والسباهية واليرموك والقادسية في الجهة الغربية للمدينة إضافة لأحياء المشلب والصناعة والمدينة القدمة شرقا فيما التقت جنوبا في حيي هشام بن عبد الملك ونزلت الشحادة لتحاصر داعش أخيرا في أحياء الجميل ومنطقة الملاهي والحديقة المرورية حيث يتخذ التنظيم قرابة العشرين ألف مدني دروعا بشرية كوسيلة لتأخير هزيمته المحتومة أذى وقالت الأمم المتحدة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة خمسة عشر ألف شخص ما زالوا محاصرين داخل مدينة الرقة السورية ووصف مسؤول أممي الحالة الإنسانية داخل المدينة بالمأساوية حيث يعاني غالبية السكان من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية تكبد داعش خسائر كبيرة مؤخرا في العراق وسوريا بعد قتل قيادات بارزة وتقلص المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها في سوريا والعراق وبات داعش محاصرا في مدينة الرقة كما بات قاب قوسين من خسارته لمدينة دير الزور بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من ثلاث عشرة قرية في ريف دير الزور التفاصيل مع الزميل يمان شواف تتوالى خسائر تنظيم داعش في سوريا والعراق حيث تكبد التنظيم خسائر كبيرة في صفوف قياداته إضافة إلى تقلص المساحة التي كان يسيطر عليها سابقا وبات تنظيم داعش محاصرا في أهم معاقله في سوريا مدينة الرقة يسيطر على بضعة أحياء فقط في هذه الخريطة نشير إلى المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش طبعا هذه الخريطة تشير إلى محافظة دير الزور في سوريا حيث باتت هذه البقعة السوداء هي أكبر مساحة جغرافية يسيطر عليها التنظيم في سوريا طبعا هذه المساحة تتقلص أكثر مع تكبد التنظيم خسائر كبيرة مدينة دير الزور تتعرض لهجومين الأول من قبل قوات النظام السوري هذا السهم الأحمر يشير إلى تقدم قوات النظام السوري والتي قامت مؤخرا بفك الحصار عن بعض الأحياء المحاصرة بينما حاولت قوات سوريا الديمقراطية هذا السهم الأخضر يشير إلى المحور الذي تقدمت منه قوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة دير الزور باتت تنظيم أمام خيارين إما الانسحاب وتعزيز مواقعه في ريف دير الزور والبوكمال في هذه المنطقة هنا أو انهياره السريع في مدينة دير الزور كانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مناطق في ريف دير الزور كان يحتلها طبعا تنظيم داعش وحققت تقدما كبيرا مع اقترابها من المدينة وبحسب مصادر عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية فإنها تمكنت من تحرير 14 قرية في ريف دير الزور وترضي داعش منها يتساقط تنظيم داعش سواء في العراق وحتى في سوريا تتقدم قوات سوريا الديمقراطية ولم يبقى لتنظيم داعش سوى هذه المساحة هذه المناطق الحدودية مع العراق لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن العراقي قصف الطائرات الجيش العراقي قضاء عانى وروا غربي محافظة الأنبار قبيل انطلاق عملية أمنية واسعة نطاق لتحريرهما من احتلال داعش واستهدف القصف خطوط امداد داعش القادمة من الرقة السورية باتجاه مناطق الأنبار الغربية بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بالانتشار في مناطق الأنبار الصحراوية قبل أن تحرر القوات العراقية قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل والطرق الدولية المؤدية من خلالها إلى حدود العراق مع سوريا كان قادة داعش ومقاتلهم العرب والأجانب يتخذون من هذه الطرق منافذ رئيسية للتنقل بين الرقة والموصل وكانت أهمها طريق الكسك العياضية ومنهما إلى الحدود العراقية السورية موفد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحبابي اطلع على طريق هروب داعش وعاد لنا بالتقرير التالي حين يمر إنسان للمرة الأولى من هنا يعتقد أن هذا الطريق ليس سوى شارعا تتخذ منه السيارات والمرة مسلكا يؤدي إلى مدن أو يربطها بحدود دول مجاورة لكن احتلال داعش لمحافظة نينوى حمل أسرارا في هذا الجزء من شمال العراق فمن هنا كان يمول التنظيم عملياته الإرهابية في العراق وسوريا وفي هذا المكان المؤدي للحدود العراقية السورية كان يتنقل كبار قادة داعش العرب والأجانب والمحليون بين معاقلهم في الرقة والموصل وكانوا يتخذونه منفذا رئيسا للهروب قبيل انطلاق عمليات تحرير تلعفر طريق الكسك الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة تلعفر الذي يربط مدينة الموصل مرورا بمدينتها أقصد مدينة تلعفر ومنها إلى ناحية العياضية التي تم تحريرها مؤخرا من قبل القوات العراقية ومن هذه الناحية أيضا إلى الحدود العراقية السورية طبعا هذا الطريق كان يستخدمه داعش في محاولة منه لعرقل تقدم القوات العراقية المحررة لناحية تلعفر والمناطق المجاورة لها وضع الكثير من عجلاته ومن بينها سيارات مفخخة هذه السيارات التي قامت القوات العراقية بتدميرها في طريقها لتحرير مدينة تلعفر والمناطق المحيطة بها هذا الطريق أيضا كان يستخدمه داعش لمناقلة مسلحيه العرب والأجانب أيضا نقل ما يسميها الغنائم والبضاع إلى جانب ما يسميها أيضا السباية التي كان يتناقل بها ما بين مدينة الموصل وتلعفر وأيضا معقله الآخر مدينة الرقة السورية خلال مرورنا من هنا رصدنا سيارات عسكرية كان داعش قد استحوذ عليها عند اقتحامه معسكرات الجيش العراقي أثناء فترة احتلاله الموصل حيث قام بتفخيقها ونشرها على هذا الطريق إلى ناحية العياضية محاولا عرقل تتقدم القوات العراقية حتى بات محررا بالكامل ومتاحا للاستخدام من دون مخاطر خلال تجولنا في هذا المكان تبادلنا الحديث مع أهالي منطقة بادوش الواقعة بين تلعفر والموصل كونها محاذية للطريق الواصل مع حدود سوريا حيث أدل هؤلاء الناس بشهاداتهم عن كيفية استغلال قادة داعش ومعظمهم عرب وأجانب لهذا الطريق وكيف كانوا ينقلون أسلحتهم ومعداتهم ويتناقلون بمسلحيهم بين الرقة والموصل حتى قبل أيام قليلة من وصول القوات العراقية أخي العزيز من الرقجة وعلينا من هذه المنطقة شلو أشكالهم؟ شلو جنسياتهم أكثر شي؟ والله أشكال أنواع الأفغانيين، أفغانيستيين، مدهي أشكال من كل الدول أنا كلها جيد طيب يعني شلو كانت ممارساتهم أكثر شي بهذه المنطقة؟ والله ممارساتهم الضغط على العالم ما يخلون أحد يطلع، هم يفترون بكيفه وفردنهم بحاصرونه سيارت العسكرية القديمة كلها فقخوها وقلقوا بهاي الطريق كله فقخوها بسيارة العسكرية بس الله يوفق الجيج جابه والهندسة وكلها فقخوها وخلصونا منها قبيل عزل قوات العراقية العفر عن الموصل كان داعش قد أنشأ طريقا بدينا في هذه المنطقة انطلاقا مما تسمى دورة الكسك اذ تحدث إلينا مواطنون من قرى بادوش عن قيام التنظيم بفتح منفذ آخر لقادته ومسلحيه العرب والأجانب أوصل من خلاله جزءا من صحراء الجزيرة بمنطقة القيروان أو ما تسمى بليج التابعة لناحية البعاج ومن هناك هرب عدد منهم عبر البادية إلى الحدود العراقية السورية ثم إلى معاقلهم في الرقة ودير الزور والله كانوا متواجدين بكثرة والطريق مقطوع واللي يقضبونه بالطريق يقضبونه يقضبونه يذبحونه طيب هذا الداعش شون كان يستخدم هذا الطريق عشان ينقل بي شان شون شان ينقلون من سوريا إلى لينوة أتادوا عبواتوا بنزينوا قاز بس اللهم شنو المقاتلين اللي شانوا والله نصهم أجانب ونصهم عرب طي نعم ومحليين أيضا نعم محليين موجودين بس مو قلة شانوا يعني هذا طريقهم الرئيسي هذا طريقهم الرئيسي بعدين نقطع شكلوا طريقي إلى الجزيرة من الجزيرة؟ نعم من تلعفار إلى شي سميه بليج ما بليج يعني سوى طريق منك باتجاه سوريا باتجاه سوريا اتجاه الرقة ودير الزور نعم من يمر بهذا الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا يعرض نفسه للإعدام من قبل داعش حتى الساعات الأخيرة التي سبقت تحرير الجيش العراقي هذا المكان والسبب الرئيس في ذلك هو خشية قادة التنظيم من إيصال مواطني المناطق المحاذية لهذا الشارع معلومات استخبارية إلى القوات العراقية عن تحرك مقاتليه لا سيما الأجانب الذين استقدم داعش عددا منهم لإدارة عملياته في الموصل وتل عفر ويواصل أفراد تنظيم داعش حاليا احتجاز 3281 أزيديا منذ اجتياحهم في شهر آب أغسطس من عام 2014 لقضاء سنجار الواقع في شمال العراق وذكرت المديرية العامة لشؤون الأزيديين أن ما لا يقل عن 3200 رجل لقوا حتفهم في حين تعرضت نحو 6800 امرأة للاختطاف ووضح البيان أنه تم العثور على 30 مقبرة جماعية حتى الآن في سنجار والغورة والنواحي التابعة لها في مصر قتلت قوات الجيش المصري ثلاثة إرهابيين قبل استهدافهم لأحد المراكز الأمنية في شمال سيناء وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وعدد من الأسلحة والذخائر ويأتي الإعلان عن هذه العملية بعد 24 ساعة عن إحباط عملية إرهابية في شمال سيناء أسفرت عن قتل إثنين من جنود الجيش المصري وخمسة إرهابيين أحدهم كان يرتدي حزام ناسفا حوال اغتحام مقر أمني أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارة سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والإرهابيين ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها أذا وقال أنور جرغاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن تصريحات الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات وعاصمتها دليل مادي ثابت على ضرورة عصفة الحزم مضيفا أن ميليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي مؤكدا أن التحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة نقطة البداية التي تنضلق منها السفن التي تحوي الأسلحة المهربة هي الموانئ التي يديرها الحرس الثوري في إيران هذا ما تشير إليه أغلب التقارير والتحقيقات لكن هناك طرق أخرى اعتمدها الحرس الثوري لإيصال الحمولة المحضورة من الأسلحة إلى الحوثيين والالتفاف على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة سابقا على إيران نتابع بالتأكيد جهات يمنية كثيرة بدأت منذ الحرب السادسة ومن قبل الحرب الإنقلابية وكان أشهرها الطريق المعروف تاجر السلاح فارس منع محافظة سعدة من 2012 إلى 2014 والذي عقد صفقات كبيرة من الأسلحة مع شركات برازيلية تم الكشف عن هذه العمليات وتم تم محاكمة للشركات وكشف عن هذه الصفقات والأسلحة تصل من البرازيل إلى الصومال وثم جزء منها يستخدم في الشأن الداخلي الصومالي لقتال بين الفرق أو الجنح المتعرضة في العركة الصومالية والجزء الآخر ذهب اليمن إلى الحوثيين هذه من العناصر التي هي الرئيسية في تهريب السلاح وفارس منها أصبح مطلوب على القائمة الدولية وممنوع سفره ولكنه دخل برازيل بجواز من زور ولدينا تقف في هذا المسأل وتقصي التفاصيل الكاملة مشاهدين تتابعونها في فيلم الحمول المحضورة طريق الحرس الثوري إلى إيران يوم الأربعاء المقبل الساعة الثامنة بتوقيت السعودية على شاشة تلفزيون الآن أيضا في أخبارنا مشاهدين أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فاليستية من منطقة قرب العاصمة بيونج يانج في اتجاه الشرق وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على عملية إطلاق الصاروخ مشيرا إلى أنه لم يشكل أي تهديد للولايات المتحدة وفي أول رد فعل لها على التجربة الصاروخية لبيونج يانج قالت توكيو إنها ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية شعبها وإنها ستقوم برد مناسب على التجربة بعد التشاور مع واشنطن وسول ودعت السلطات اليابانية سكانها في المناطق الشمالية الشرقية إلى التوجه للملاجئ ذو أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن اجتماعا طارئا سيعقد حول عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فاليستي فوق اليابان مجددا وطلبت اليابان والولايات المتحدة عقد الاجتماع ولكن وبحسب ما أفد به دبلوماسيون فقد تقرر أن يكون الاجتماع بشكل مغلق نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير فن المالوف الليبي جزء من الطراث العريقة أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مغتراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الخليج التي نقرأ منها سلفي الطيار المحلق في السماء مزيفة اعترف طيار برازيلي بتلاعبه بصورة السلف التي يبدو أنه التقطها من غرفة قيادة الطائرة خلال تحليقها فوق السحاب وقال إنه استخدم برامج الفوتوشوب للتلاعب بالصور لتبدو كأنها كانت في مهمته الرسمية أنه كان في مهمته الرسمية قائدا لإحدى الرحلات المحلقة في السماء ومن صحيفة الحياة مشاهدين اختنى لكم العثور على ريشة طائر نادر جدا جاء في تفاصيل الخبر عثر في جنوب أستراليا على ريشة طائر يعد من أكثر الطيور ندرة في العالم في أول دليل منذ أكثر من قرن على أن هذه الطيور موجودة في المنطقة ويعد ببغاء الليل من أكثر الطيور ندرة في العالم وكان مختفيا إلى أن قدم عالم بريطاني صورة تثبت وجود طير كهذا في عام 2013 وإلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحتها لهذا اليوم ساعات أبل الجديدة قادرة على تشخيص أمراض القلب تسعى شركة أبل لتطوير برامج تساعد ساعاتها الذكية على تشخيص أمراض القلب ويأمن الخبراء أن تساعد هذه الساعات الذكية المرضى على قياس نبضهم باستمرار وتطويرها لتكون قادرة على تحديد المشاكل في عدم انتظام النبض بنسبة 97% أي بشكل يضاهي أحدث الأجهزة الطبية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا عرفت ليبيا وطرابلس خاصة منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي فن المالوف والموشحات الذي ظل الفن الأصيل للمدينة يتغنى به في المناسبات الدينية والاجتماعية والأفراح وتأسست فرق أحيات حفلاته الموسيقية في كافة المهرجانات المحلية والدولية فن المالوف الذي ولد في الأندلس وتطور في ليبيا وفي مثيلاتها من دول المغرب العربي يتم أحياء هذا الفن العريق من خلال فرق المالوف والموشحات والألحان العربية التي تأسست منذ ستينيات القرن الماضي في ليبيا وهي لا تزال تقيم الحفلات من أجل هذا الفن الذي هو جزء من التراث العريقي في ليبيا يصمد حتى اليوم في وجه كل التحديات التي تواجه الفرون التراثيتها في العالم فن المالوف قديم جدا في بلادنا وله عشاق في كل المدن داخل ليبيا لأنه فن حافظت عليه الزوايا الصوفية من قديم فعندنا مثلا في مدينة مصراتة زاوية السباعي لها أكثر من 170 سنة توم متأسسة والمعروف أن فن المالوف يقال في الزوايا الصوفية فلها الفضل في الحفاظ على هذا الموروط التقافي حرص الليبيين على ما خلفه الأجداد للأحفاد من تراث قيم في المجال الفني هو حرصهم على كل غال وثمين حيث كانت الزوايا الصوفية والتكاية من أهم العوامل التي ساهمت في حفظ تراث المالوف في ليبيا هذا ما تعودت عليه فرقة مصراتة للمالوف والمشاهات أن تشارك في المناسبات الدينية عدة مرات زي ما قدمنا اليوم فقدمنا قبل في عيد المولد النبو في عدة مناسبات اجتماعية ووطنية مع بروز عدد من الفرق التراثية بشكلها المطور في مجال المالوف والموشحات باستعمال الآلات الموسيقية صارت العديد من هذه الفرق ومنها فرقة مصراتة للمالوف والموشحات والألحان العربية التي تحافظ اليوم على إقامة مهرجانات وفي مناسبات عدة يأمها الناس لسماع المالوف وحفظه والاستمتاع به لأخبار الآن محمد عقوب مصراتة في أخبارنا الصحية خلصت دراسة حديثة أجرها المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إلى أن استهلاك ثلاث حصص يومية من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل أو الأرز البني يقلل من خطر الإصابة بسرطان القلون بنسبة 17% في المقابل أشارت الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القلون كشفت دراسة برازيلية حديثة أن الجوع له علاقة مباشرة في زيادة الشعر أجريت اختبارات على فئران إذ وجد العلماء أن الفئران التي كانت تتناول 60% من واجبات غذائها الطبيعية فقدت نصف وزنها خلال 6 أشهر علاوة على ذلك ازداد السماكة جلود تلك الفئران كما ازداد طول وكثافة شعرها والطول الإجمالي للأوعية الدموية في الجلد بعيدا عن الصحة احتفل سكان مدينة كولومبيا بما يعرف بعيد الكسل العالمي عبر الاستلقاء على الأسرة في شوارع المدينة وقام سكان المدينة بنقل أخطيتهم إلى الشوارع للاحتفال بهذا العيد الذي يعد حدثا سنويا يقام هناك منذ عام 1985 في خبرنا الأخير أدى مدير الشركة تعالي بابا الصينية جاك ما رقصة مستلهمة من المغني الراحل مايكل جاكسون خلال حفلة لموظفي شركته ويقيم جاك ما الحفلة كل عام ويحضرها نحو 40 ألفا من موظفي الشركة وتعد شركة تعالي بابا أكبر شركة في الصين للتجارة الإلكترونية وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين انطلاق محادثات أستانا في نسختها السادسة وتوقعات بالاتفاق على إنشاء منطقة خفض للتوتر في إدلب ضربات تزداد في مواقع داعش قرب الحدود سورية العراقية وأخبار الآن ترصد منفذ التنظيم للتنقل بين البلدين وكوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا باتجاه اليابان وتوكيو تؤكد أنها سترد بطريقة المناسبة بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وثويتر ويمكنكم أيضا متابعة بخنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين عضو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة